والقسوسة قاسما بالله وفيديو وصوت وصورة القسوسة الروس بيبركوا الطيران الروسي وهو رايح يضرب أطفال المسلمين حرب صليبية مستخرجة من كلام يسوع طيب تقيمنا عين الحركات ورجيني أوريك يا أخوة الفيديو بس كده أوريك الفيديو بس نمخش في موضوعنا حالا تعال قسوسة بسم الله تفضل يا فندي تفضل يا فندي لاحظة يبس الصور قبل ما نشغل الفيديو تفضل بص يا أخوة يا أكارم فتح الصورة في علام التبويب جديدة طالما أنت مش عارف ما تعملش نفسك عارف وتعترض تفضل يا فندي ده مين ده يا جماعة قس روسي بيبارك أسلحة الروس اللي رايحين يقتلوا المسلمين تفضل يا فندي استنى كمان فتح الصورة في علام التبويب جديد ده مين يا جماعة يا رجل لما قال لك اذبحوهم المسلم المسيح هنا يصدر حكم على أورشاليم ده قصة ما بيفهمش حاجة يا فندم القصة ده ما بيفهمش حاجة هنا يصدر حكم على أورشاليم مش انه اذبحوهم القسس الرهبان الرهبان يوم القيامة يوم الحساب يا فندم هنا النص واضح بيقول ايه اقتلوهم دلوقتي طبعا انا هضربلك يعني المسيح عندك المسيح عندك لم يأمر بالقتل أبدا ولن يقتل أبدا لا يسوع عندك لا طيب انا اقول لك على حاجة صغيرة في العهد الجديد اه لا يسوع في المجيء التاني سيقتل ام لا في المجيء الثاني ايوة لا هيهلك 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 اه لأنه في المجيء الثاني في المجيء الثاني ستكون هناك عجاب من الله كبيرة اه مش موضوعي الآن يسوع عندك الاله الزار في الجسد في المجيء الثاني سيقتل أم لا هيقتل ناس ولا لا 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 يا خبرة بيض يعني انت عندك يسوع يا جماعة لا بيشرب برأي ده بيشرب حاجة ساعة وبعدين خليكوا انتوا بس سيبونانا الموضوع سيبونا للإدارة اه يعني انت عايز تقول ان يسوع في المجيء الثاني مش هيقتل أعداءه يا خبرة بيض عشان ما يجرسوش دي حاجة ساعة ايوة انا عارف يا عمي سيبك خليك معايا خليك معايا انا عارف انت ايه النظام كل اه يا جماعة سيبوا الموضوع الشخصية وما توجهوش كلام خليكوا معايا في فراولة فراولة خلاص يا عمي مصدقينك يا عمي لا عشان الشباب لا خليك بس معايا سيبك معايا دلوقتي انت بتقول ان يسوع في المجيء الثاني لن يقتل راجع دينك يا ياسر وراجع عقدتك وراجع الكنيسة روح قولهم يا جماعة يا جماعة طيب خلاص 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 روح اسألهم بس في الكنيسة اسألهم في الكنيسة طيب نيجي تاني افتح لي سفر انجيل متى اصحاح عشرة عدد 34 يلا متى اصحاح ايه عشرة عدد 34 طيب بيقول النص كرات 34 34 23 29 28 اوكي لا تظنوا اني جئت لألقي سلاما على الارض نعم ما جئت لألقي سلاما بل سيفا بل سيفا تمام الناس بتوعي الحوارات الجانبية محمد محمود ويوسف لموا الدور خليكوا في موضوعنا ما تشتتوش البث حد شتت البث خليكوا في موضوعنا الله يبرك فيكم متى عشرة عدد 34 بيقولك لا تظنوا اني جئت لألقي سلاما على الارض مش جئت لألقي سلاما على الارض ما جئت لألقي سلاما بل سيفا جايب ايه يسوع انت بل سيفا انت جايب ايه يسوع يا اله المسيحية جايب ايه سيفا ده الاله عندكم اتي بالسيف بزمتك بزمتك ايو ايو بالدين اللي تعبده والله مش عارف تفسير الاية دي ايوة يا فندم عارف تفسيرها وتفسيرها غلط عندكم قولي ليه ليه قولي ليه انا دلوقتي انا دلوقتي جاي لك البيت بخبط عليك كده بقولك يا ياسر قلتلي نعم قلتلك انا جاي لك قلتلي جاي ليه قلتلك انا جاي لك عشان القي في بيتك سيف هتفهم مني ان انا جاي بسلام ولا جاي بشر لو بالمعنى اللي بتقول ده ايوة هقول شر اهو طب ما هو ده المعنى اللي قاله ربكم وانت قلتوا كلام لم يقوله ربكم لا لا ما جئتلي قلت لحدة دلوقتي انت لحدة دلوقتي بتفسر غلط انت لحدة دلوقتي بتفسر غلط هسألك سؤال صغير وهعرفك بان انا بفسر صحة وتفسير كنتم اللي غلط ياسر جاي بالسلام ولا بالسيف ممكن ترد علي بالسلام جاي بالسلام طب تفضل عشان اعرفك اعرفك اهو قالك ما جئتلي قلقي سلام كلمك غلط عشان تعرف بان تا مش بيقصد كلمك غلط يا رجل اسمع 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 خليني احكي وما تقطعنيش كمل الآية لا تظنوا جئتلي قلقي سلاما على العرض بل ما جئتلي قلقي سلاما بل سيفا فاني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها شو المقصد هاد انا لما انا انسان لما انا انسان اسمع اسمع لو انت هلأ مسلم بتعبد الله ونبيك محمد لو انت اليوم اعلنت المسيحية هيعملوا اهلك فيك ايه بتقصد يحربوني يعني صحي كده هذا اللي قصده كل واحد كل واحد يتابعني يتابعني مخلصا سوف يكون هناك عليه سيف جميل اوي شوف كده انت قلت ايه السيد المسيح كما قال عن نفسه انا اله هو لا ينقص نفسه قال عن نفسه انا اله سيبك من الكلام ده انت بتضحك علينا انا فيش بقلش عن نفسه انا اله ابدا 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 ما قالها ابدا انا اله متشارط ما قلحش ابدا. بتشارط? ابدا. اه? ما اناهش عن نفسه انه انا اله. ابدا, ما قال انا اله ابدا. ابدا. يا عمي. يا عمك ايه? يا عمي. يا عمك ايه? فوق. اسمه. اسمه. ابدا ما اله. طيب. من قالت انه ما حداش? ديدات? متفضل. طلع. 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 اللي كان يضحك على المسلمين ويكذب. طب لو طلعتها لك انه قال. ديدات. يا فاق ما لكش دعو بحد. ما لكش دعو ديدات. مش موضوع. مش موضوع. انسى. لو طلعتها لك شخصيا قال انا الها. ايوه اتفضل. لو طلعتها لك من الانجيل. العهد الجديد. انه قال انا اله مباشرة. هيكون ردك ايه. يلا. يلا هاتها بس هاتها. احنا مش عادة صغيرة تقول لي لو عملت كده يبقى ايه وبش عادة. خلينا في الموضوع بتاعنا. يلا هات النص تفضل. طيب حاجبها لك بس صحيح. يلا. يسوع فيها بيقول انا اله او انا الله. تفضل. طيب. انا اله. هات سفر رؤية. رؤية. واحد وعشرين. هات الرؤية واحد وعشرين. الرؤية. يلا. واحد وعشرين هات عدد ستة. اهو. ست. اهو. فضل. اقرأ. اقرأ. اه. ثم قال لي قد تم. انا هو الالف والياء البداية والنهاية انا اعطي العطشات. ها. فين انا اله. فين انا اله. لحظة. 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 فضل. ها. اقرأ سبعة. سبعة. من يغلب. اهو. من يغلب يرث كل شيء. واكون له الها. ويكون له. اهو. اهو. بس. وقال عن نفسه ولا لا. استنى بقى استنى. انت عايز تقول ان القائل ده. هو يسوع. طبعا. حلو قوي. ركز معايا لحظة. لحظة. سواني. سواني. ما قلته ما قالش. هيو قال. لا استنى. عارف مين اللي قال كده. ده الملاك. الملاك مش هو. يا رجل هو سيد المسيح بيحكي. سواني بس سواني.